اليوم عندي مناشدة إلى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح أبو خالد مناشدة لك اليوم أخونا الأستاذ محمد عبيد المطيري مقدم بالداخلية هذا الرجل الفاضل قدم خدمات جليل للوطنة وهو عسكري في الداخلية خلال فترة الغزو الغاشم وكان لدور كبير في إخراج المسندات البطاقة المدنية والسجل العام ونتيجة أن هذا الرجل قام بأعمال جليلة في خدمة وطنه أيام الغزو وعيدها حكم عليه بالإعدام وكثير من أهل الكويت شاهدوه بأعمال الجليلة وعلى راسهم عبدالله الفارس ساد عبدالله الفارس وفهد الفهد الله يشفيه صابه مرض سافر على حساب بتوصية من الوزاة الداخل سافر على حسابه وتقريبا كان مصاب بسرطان الرئة وهو موجود في أمريكا ويتعالج من سرطان الرئة في الولايات المتحدة للأسف تقرر وقف علاجه وهو مصاب بسرطان الرئة واليوم أهله يناشدون المسؤولين يناشدون الشيخ محمد الخالد وزير الداخلية بأن يسمح لهذا الرجل الفاضل للبار ابن الكويت المقدم مع محمد عبيد المطيري اللي خدم وطنه وأحب وطنه وكان له دور كبير في الحفاظ على هذا الوطن بني يستكمل علاجه فقط يطالب باستكمال علاجه والمرض اللي فيه الله يكفينا الشر سرطان بالرئة مش مرض بسيط وإحنا بلد الخير بلد الإنسانية بلد من صباح لا يمكن تترك عيالها مناشدة إلى معالي وزير الداخلية بني يسمح تستكمال علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية أتمنى أن رسالة توصل وأتمنى من القلب أن يسمح باستكمال علاجه شكرا ترجمة نانسي قنقر